سلام عليكم طلاب الصف السادس العلمي أنا الأستاذ يوسف وأكيد هاي القناتي في اليوتيوب إن شاء الله راح نشرح لك المنهج ماتك كامل مع الصف السادس العلمي أستاذ بصراحة أنا طالب خامس وشيتم تابعك ومن تابعتك بصراحة أنت ما التزمت ويايا في بعض الأوقات وصارت رفع بطيء للمحاضرات هل بالسادس العلمي والمنهج مالتي راح يطبق نفس الخاصية هم راح ترفع صورة بطيئة أو بين كل شهر تدفع لك محاضرتين لو ما ترفع أصلا لو الموضوع هاي مرة يختلف الموضوع هاي مرة يختلف اختلاف جذري عديد الطالب الموضوع اليوم هنطب لك بالتفاصيل هواية يعني باختصار شديد المحاضرات ما اليوتيوب راح أخليها تراعي شغلات اللي يريدها الطالب بحيث ما تلقى هاي المحاضرات موجودة بكل مكان على قنوات اليوتيوب البقية على اعتبار انه احنا راح نشرح لك كتاب أسئلته وتمارينه وراح نشرح لك وزاريات وراح نشرح لك بإذن الله تعالى إثرائيات وأكيد المحاضرات هاي اللي جاي أصورها وجاي أسجلها هي راح تكون مدعمة أكيد بمين؟ راح تكون مدعمة بملزمة الملزمة الخاصة طبعا المالتي والفصل الأول تمام صراحة انا راعت انه جميع التفاصيل تكون مذكورة بيها يعني موجود بيها سئلت الكتاب وحيول تمارين عامة وبنهاية الصفحة راح تلقى اكو اكيد واجبات معينة تمام؟ هاي تنطي للطالب تمام؟ بأفكار معينة إثرائيات أيضا وزاريات أيضا موجودة عندك بداخل هاي الملزمة فحتى تحصل هاي الملزمة بصراحة ممكن تشوف التفاصيل المذكورة إليها طبعا أكيد احنا نخلي لك بيها بالنهاية معرفة الانستجرام والتيليجرام وأضافة لرقم الهاتف بقناة اليوتيوب لأن هاي الملزمة تلقى بيها التفاصيل موجودة على ذن المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي مين تقدر تشتريها وشلون تشتريها وحتى لا تريد بي دي اف أيضا راحة ممكن أنا أوفرها إليك بالبداية والشغلات المهمة وأذي طولت عليك هواية وتفاصيل هواية طولت عليك بيها اليوم عندي فقرة مهمة جدا اللي هي الفصل الأول استاذ اكتب لي بالبداية عصبورة الفصل الأول استاذ دين سؤال راح معنا والديك بلا زحمة أو ممكن بلا زحمة موضوعي تفتهمة استاذ يا موضوع حبيبي الفصل الأول راح يحتي لك عن شاء الله كلش مهمة اسمها الأعداد المركبة شو اسم الفصل؟ اسمه الأعداد المركبة بهذا الشكل هذا هو اسم الفصل ما التك بالانجليزي اسمه الكمبركس اللي هي الأعداد التخيلية عداد المركبة بهذا الشكل العزيزي تذكر في يوم من الأيام وفي وقت من الأوقات انت تجد قاعد ضايج وانت حاليا مثلا لا تعتبر نفسك طالب سادس علمي أنا راح حاتيك كأنما أنت طالب صف خامس أو رابع أو ثالث متوسط أو أول أو ثاني متوسط أو حتى ابتدائية وأجي أقول لك تفصيلة مهمة وشغلة مهمة على الأعداد المركبة ركز لي طريقة الشرح اللي راح أشرح بيها ممكن أكتب وأمسح على اعتبار أني جاي أشرح بعدين أثبت لك معلومة تمام فأنت حاول وياي تجيب دفترك مع الرياضيات وتكتب هذا التفاصيل الموجودة بالشرح يا عزيزي التفصيل المهمة والشغلة اللي يازم تركز عليها تذكر قبل من شتى أقول لك السالب واحد الكل مرفوع للقوة تربية راح تقول الأستاذ أنا السالب واحد هذا الشيء عادي رقم طبيعي وأقول لك صح هذا رقم طبيعي زين حبيبي سؤال هذا السالب واحد مرفوع يقوة هتقول الأستاذ تربيع أقول لك زين السؤال بلاز احمي هذا التربيع قوة زوجي لو فردي هتقول الأستاذ أكيد زوجي أقول لك حلو جميل جدا ولطيف جدا نفس وجهك الجميل نفس وجهك الجميل أكيد أن التربيع هاي قوة زوجية استاذ أنا أتذكر بالخامس وبالمراحل السابقة قبل لو أوصل سادس علمي كانت القوة الزوجية توخر السالب يعني القوة الزوجية من تتوزع على السالب واحد أقوى على السالب وعلى الواحد أيضا ش رح يصير أكز لي انتبه لي صح صح لي يا عيلي انت التربيع كان يوخر السالب يسوي كيا شنو كان يسوي كيا موجب ها حلوين حلوين رغم الحزن حلوين رغم الفرح حلوين بكل حالاتنا حلوين والواحد التربيع رح ينطيق واحد بهذا الشكل استاذ يعني شنو الهدف شنو الغاية من هاي التفصيلة أقول لك عزيزي الغاية من هاي التفصيلة انه شك وقوة زوجية راح يتوخر السالب دائما تطيق الناتج موجب سلو موشن استاذ رحمه على والدك لأنا حسروح يدخط يعني مثلا اذا انا انطاني سالب اثنيا وكلها حتكون مرفوعة مثلا القوة اربعة بهذا الشكل ويساوي اكيد راح اقول لك هنانا عزيزي انه هاي القوة اربعة خلوه اضحكي اياها قدر المستطاع انه هاي القوة اربعة بهذا الشكل هاي قوة شنو زوجية لو فردية راح تقولي استاذ زوجي على اعتبار انه الاعداد الزوجية 01-02-468-10-12-14-16 الى ما لا نهاية من مضاعفات العدد الزوجية التفصيلة هنا يا عزيزي الطالب انه هاي قوة زوجية راح تدخل على اليمن راح تدخل على السالب وتدخل على اثنيا حتى تربعهن اكيد او تكعبهن افون تربعهن او تقولها اس اربعة بهذه الصيغة حسب نوع القوة الزوجية باوعلي باوعلي وانتبهلي اول شي قلنا قوة زوجية توخر السالب بش يطيك راح ينطيك موجب هاي على طول هاي شغلة اساسية هاي شغلة ضرورية يا عيني انت طاك موجب اثنيا اذا تريد تربعه هتقولها اثنيا في اثنيا في اثنيا في اثنيا راح ينطيك ستة عشر يا عزيزي راح ينطيك ستة عشر الفكرة هنا هو مو الهدف انه اربع او اكعب او ما افش اسوي الهدف انه انا اذا كانت القوة مالتي زوجية قوة شبه هستاذ زوجية عزيزي الطالب دائما تنطيك ناتج موجب القوة الزوجية ايش رسوي دائما تنطيك ناتج شنو ناتج موجب عزيزي الطالب اذا انت عندك تفصيلة مهمة طبعا انا بعدني مفايش بالفاصل الاول انا شوي شوي جا يدرج عندك تفصيلة مهمة وهي سواء اذا كان القوس يحتوي اكتزلي يحتوي على قوة او على اشارة سالب او اذا كان القوس يحتوي على اشارة موجب واضح لو مواضح والقوس هذا مرفوع الى قوة شنو مرفوع الى قوة زوجي مرفوع الى قوة شنو زوجي بهذا الشكل يا عزيزي الطالب واضح لو مواضح يعني اذا كان ببطن القوس قوة او اشارة سالبة او موجبة اقول لك اتباوع لي على القوة القوة زوجية لو فردية دائما الناتج شنو دائما الناتج ماتك رح يكون موجب دائما الناتج شنو رح يكون موجب على اعتبار ان القوة الزوجية تقتل السالب على اعتبار ان شنو القوة الزوجية شا سوي حبيبي تقتل السالب حلوين حلوين رغم الحزن حلوين رغم الفرح حلوين ورغم التعب اللي جاي نصور به حاليا ساعة بالتسعة ونصب الليل هم حلوين أكو أستاذ سؤال بلا زحمة أريد هذا موضوعك أفتهمه تسمح لي بهالكلمة أسمح لك تفضل يا حبيبي حتقل أستاذ بلا زحمة عليك هاي إذا كانت قوة زوجية خل نفرض مثلا 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 أنا وياك القوة فردية حبيبي القوة الفردية تبقي لك نفس الإشارة اللي داخل القوس يعني خلت طيك فور إكزامبل بسيط يا عزيزي أنت هنطيك فور إكزامبل بسيط يعني إذا كان عندك قوس بداخله سالب تمام أو قوس بداخله موجب تمام ومرفوعة إلى قوة فردي مرفوعة إلى قوة فردي بهذا الشكل دائما القوة الفردية يبقي لك نفس الإشارة يعني هنا إذا هو سالب القوة الفردي رح ينطيني سالب تمام وإذا هو فردي والقوة الفردي والإشارة موجب رح يطيني نفسها موجب يعني باختصار الفردي يحتفظ بالإشارة أما الزوج يحول أي إشارة إلى موجب وهذا هو تفاصيل جدا مهمة يا عزيزي الطالب كبداية إليك كمدخل إليك حتى إنت تستوعب إحنا شنو جاي نحكي بالضبط زين باوعلي أعيني أنت باوعلي باوعلي على تفصيلة مهمة الجذر التربيعي تمام خلي نقول للأربعة رح أقول لك إش قاد رح تقولي أستاذ سهلة ثمنيا حلوين الجذر التربيعي تحت الجذر ستعاش أقول لك إش قاد رح تقولي أربعة أقول لك حلوين هتقولي إيستاذ حلوين الجذر التربيعي للخمسة وعشرين إش قاد رح تقولي خمسة أقول لك عاشت إيدك يا ذهب عاشت إيدك وارده إنتي وارده إنتي أستاذ بس وين الرباط أنا أدور على الرباط هذا الكلام ما الابتدائية وأنا أعرفة بس باوعلي هذا جذر شنو وهذا جذر شنو وهذا جذر شنو رح تقولي أستاذ هذا جذر تربيعي 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 كل تربيعي أقول لك من طلعت الرقم من داخل الجذر طلعت الإشارة مالتة شنو رح تقولي أستاذ طلعت الإشارة مالتة موجبة طلعت الإشارة شنو مالتة موجبة هذا أيضا طلعت الإشارة مالتة شنو موجبة وهذا أيضا شنو طلعت الإشارة مالتة موجبة بهذا الشكل زين استاذ وباقي الجذور نفس الحالة التربيعية رح يجيني طالب من حقه يسألني سؤال يقولي استاذ بلا زحمة عليك بلا زحمة ممكن أسأل سؤال أقول لي حبيب تفضل أنا خادم وتتدلل رح تقول لي شنو الرباط وإذا يعني شمعنا طلعلي الإشارة موجبة يش كتبت لي موجب زين ليش ما طلعلي سالب ممكن يكون سبب أنت تحب تستفسر تقول لي ليش طلعت ليها موجب ليش ما طلع سالب أقول لي حبيبي لأن هذا جذر تربيعي تربيعي تربيع وتربيع شنو زوجي لو فردي زوجي إذا بحالة يطيق دائما أرقام موجبة زين زين يا حبيبي أنت ممكن أمسح لك بس هاي بلا زحمة حتى أنت جميع التفاصيل تتوضح لك داخل الصبورة باوع لي ولازم نوصل لك بهذا الشكل وتتدلل إذا أنت عندك جذر تربيعي شو عرفت تربيعي خارج دليل الجذر تمام ما تكون هنا ثنيا بهذا الشكل تمام بس ما مكتوب فإذا مكتوب اعتبره اثنيا بهذا الشكل الخارج ما الجذر ما تكشنه اثنيا تربيعي إذن أفرض مثلا أنا عندي جذر أربعة أو مو جذر أربعة خلا أجيب لك شغلة أبسط عندي واحد تمام لو مو تمام تمام جذر الواحد إشقيت حبيبي هدول أستاذ سهلة واحد أستاذ اتخربطت لا أستطيع التحمل ليش خليت لي سالب تحت الجذر التربيعي ليش انت خليت لي سالب أتزلك تحت الجذر شنو سمعني عاشت إيدك تربيعي صلوا على محمد وعلى آلي محمد اللهم صلي على محمد وعلى آلي محمد الجذر التربيعي مو اتفقنا إنه هو ينطيك موجب على طول يعني تربيع يعني زوجي حلو والقوة الزوجية كذلك تطيك موجب استاذ انت شلون ترضاها على نفسك يكون عندك سالب تحت الجذر التربيعي لازم يكون تحت الجذر التربيعي بس موجب استاذ ماكو سالب شو هنا انت خلي سالب وتريدني يطلع ناتج معقولة اكتب لك موجب واحد والجذر التربيعي راح يطير السالب لا عزيزي هذا جذر مو قوة لو قوة يطير السالب عادي بس هذا جذر يختلف لازم يطلع من الجذر مباشرة تمام لو تمام تمام هذا جذر عيد لك مو قوة القوة ممكن يوخر السالب على اعتبار أنه هي مو جذر ولكن تحت الجذر التربيعي ما ممكن أنه يوخر السالب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل بمنهج الصف السادس العلمي في يوم من الايام وفي وقت من الاوقات كان اكو عالم ضايج قاعد وصاف ونبدنيته وهو متعلم كله على الجذور اللي ببطنها موجب متعلم على شنو؟ على جذور اللي ببطنها شنو؟ سمعني ببطنها موجب ويعرف الشواني طلعها جذر الأربعة اثنين جذر الستعاش اش قد أربعة جذر الخمسة وعشرين خمسة جذر الاربعة وستين ثمانية وهكذا عزيز الطالب فانصدم صدمة عمره من قاعد على القهوة جاب ولا سؤال قال له لأكو تحت الجذر التربيعي سالب قال له خلاص ما يطلع من الجذر يعني ما ممكن أن أقول له يساوي واحد ولا ممكن أن أقول له شنو يساوي شنو مثلا سالب واحد قال له عشي ساوي؟ قال له راح أتخيله راح أتخيله شي ما موجود يعني هذا السالب اللي مشكلتي ويا آني اللي ما موجود راح أتخيله شنو راح أتخيله شي آني أفتره منك يا في يعني شنو هنا شغل مخيلته فقال أنه كل سالب تحت الجذر تكز لي كل سالب تحت الجذر راح أطلع آي خار الجذر يعني هذا ممكن شي ساوي ممكن يساوي آي بهذا الشكل عزيزي تعالد شي ساوي؟ يساوي آي بهذا الشكل لاحظ له حبيبي هذا السالب طلع آي وجذر الواحد شنو؟ واحد ماكو داعي ينكتب اللي هو معامل الآي يعني هناك كل سالب تحت الجذر يطلع آي خار الجذر ممكن أكتب الكياها بصورة بسيطة أو أذكر الكياها بعدين لي جوا انتظرني كل سالب تحت الجذر يطلع آي خار الجذر وحدربك فد شوية فد شوية شا سوي؟ أدربك تمام؟ أنت يحتاج لك تدريبات كل سالب تحت الجذر يطلع شنو؟ يطلع آي خار الجذر يا عزيزي الطالب ورحش قالوا قالوا أنه هذا آني راح أعتبره تمام؟ مثل العلاقة رقم واحد مثل شنو؟ العلاقة رقم واحد أو القاعدة الأساسية اللي أنت راح تفيدك مستقبلا يعني بالفصل الأول الأعداد المركبة إذا عينك شافت سالب واحد تحت الجذر مباشرة يقول هذا قيمتك تساوي آي الآي هو الشغلة المتخيلها آني هو هذا مو رقم هذا رمز معين فرقته بدأ للسالب يعني تخيلت آني تمام لو مو تمام الله شاهد علي حلوين حلوين رغم الحزن حلوين رغم التعب حلوين رغم الفرح حلوين ولا تنسي دائما وأبدا يعني لا استسلام نهائيا وراح نكمل ويا هاي شنو اعتبرها علاقة رقم واحد وراهش قال قال هاي علاقة رقم واحد ممكن أقول لها بتربيع بتربيع الطرفين أقول لها من حقك ممكن أقول لها بتربيع الطرفين أقول لها شنو من حقك سؤال بسيط من أخذ هذا بالتربيع بس ركز له راح استغلي الكياب غير لون حتى أنت تميز انه هذا الشغلة أنا ما أريد هاي بس للتوضيح هناك تمام؟ هذا جذر السالب واحد راح أخليه كل تربيع يساوي هذا الآي راح أخليه شنو الكل تربيع على اعتبار أنه قلت للعلاقة رقم واحد بتربيع الطرفين التربيع راح يروح ويامل ويا الجذر شو راح يبقى عندك ركز لي شو راح يبقى عندك يا عيني ركز لي جذر راح ويا التربيع يبقى عندك سالب واحد تمام لون مو تمام اللي يساويش بيها تنزل يا عزيز الطالب هاي فقرة مهمة الآي مرفوع للقوة تربيع راح نحيطيك آي تربيع بهذا الشكل وهاي اعتبروها العلماء معادلة أو علاقة رقم اثنية يعني ومو اعتبروها العلماء ولكنني شنو هاي تعتبر مثل الدلالة معينة بالحل إذن هاي بس للتوضيح انه شلون من ربعتي طلاع بها واضحين 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 حلوين حلوين رغم الحزن حلوين يلا وراهش قالوا قالوا انه هاي العلاقة العلقم اثنيا هم قولي عليها بتربيع الطرفين بتربيع الطرفين تمام لوم تمام تربيع السالب واحد اشي راح ينطيك راح ينطيك واحد ممكن بس بغير لون بالازح مع ليك حتى انت كل التفاصيل تكون مستوعبها باللون اللي احنا نريده تمام لوم تمام تربيع السالب واحد شنو هينطيك هينطيك موجب واحد في هذا الشكل والموجب هنا ماكو داعي تربيع رح ينطيك بهذا الشكل وهاي اعتبروها علاقة رقم 3 اعتبروها علاقة رقم 3 بهذا الشكل يا عزيز الطالب واضح لو مواضح بسيطة لو سهلة ستاة شنو بسيطة لو سهلة صعبة لو سهلة لا حبيبي كل السهلة وبسيطة اللي سويناك كالاتي انه كل سالف تحت الجذر يطلع i ممكن خلو اوضح لك هاي بالقلم الاحمر همين حتى انت كل التفاصيل صير ايضا واضحة وما بيها اي مشكلة ضاوع لي يساوي شنو يساوي i بهذا الشكل هاي علاقة رقم واحد هاي من احتاجها شكرا جزيلا هاي فقط للتوضيح اليك اشلون طلعناها بهذا الشكل تمام لمو تمام بهذا الشكل ايضا تمام لمو تمام اتلا انت صارت عندك شنو صارت عندك ثلاث علاقات مهمة وافتهمتها ما حفظتها يعني مستقبلا من اجيك قل لك الاي تربيع جيد قيم تحت قلي سالب واحد من اجيك قل لك الاي اوس اربعة جيد قيم تحت قلي موجب واحد من اجيك قل لك تحت الجذر التربيع سالب واحد تطلع ليها طلع ليها اي هذان ثلاث علاقات تكتبهم بعد دفتر شوفوا احنا ماذا جينا وان وصلتك وصلتك انه التربيع شي سوي للسالب وبعدين قلت لك القوة اذا زوجية او اذا فردية شي سوي للسالب وبعدين قلت لك اذا انت عندك جذور موجبة تطلع مباشرة بس اذا صار عندك سالب تحت الجذر هذا تعتبره شي تخيلي فراح تطلع من تحت الجذر السالب طلع اي واضح له مواضح ازيز الطالب تعالي تعالي خل اخذ لك تدريب مهم خل اخذ لك شنو تدريب مهم يا عزيزي جذر السالب اربعة جذر السالب ستعش جذر السالب خمسة وعشرين جذر السالب اربعة وستين تمام ممكن ذن الاربع جذور تمام ممكن يكون عندك جذر خل نقول لك المية واربعة او سالب مية واربعة واربعين ممكن نقول لك شنو جذر السالب مية واربعة واربعين انتبهلي وصحصحلي انتبهلي وصحصحلي يا عيني استاذ بل ازحلة جزئلي هذي صار حبيبي تتدلل يساوي تنزل ها بس يساوي نزلت ما سوي الشي والله والله ما سوي الشي باو على حبيبي الجذر هذا رح يتوزع السالب ويتوزع اليمن على الاربعة بس بالبداية هو جايك من شنو جايك من سالب واحد في اربعة يطيق شنو يطيق سالب اربعة يعني ببطل الجذر السالب واحد هو مضروب بالاربعة يطيق جذر السالب اربعة وهذا الشي صحيح مية بالمية يعني ما يقبل خطأ حبيبي هاي قاعدة اساسية يعني اذا انا عندي سالب اربعة فاكيد مضروبه بسالب واحد يعني السالب واحد مضروب بالاربعة يطيق سالب اربعة وهذه الشي اللي منطقية باعلي باعلي وركز لي راح اوزع الجذر على عملية الضرب وهذا الشي كل الصحيح واني مغلطان بيه بنسبة مية بالمية وخاف انت عندك اعتراض روح تشايك وراي لاني جوز ما الثقبية ولازم الثقبية طول السنة باوع لي مرات اخرى هذا الجدر رح يتوزع على السالب واحد رح يصير سالب واحد هنا هنا فيه وهذا الجدر رح يتوزع للاربع يصير جدر الاربع بس ممكن نوضحكي اوكي فيه جدر الاربع بهذا الشكل هذا الكلام اش رح يساوي جدر السالب واحد اش قد شوف ياها شي ساوي اوكي هذا الاربع اش قد جدر الاربع اثنين ها تلاحظ بيه لو ماذا تلاحظ تتعرفش ساوي تاني بهذا الشكل ما عندك مشكلة سهل باوع لي باوع لي هذا نفس الحالة اقول السطعش مضروبة بسالب واحد اوزع الجدر على عملية الضرب وهذا الشي كلش طبيعي يساوي جدر السالب واحد في جدر السطعش تمام لو متمام حلوين والله حلوين تعال باوع لي يساوي جدر السالب واحد اش قد عاش تيدك قرأتك من الحتي اللي تقولها الخارج جدر السطعش شنو اربعة ها سهل والله بسيط والله العظيم ما يحتاج لشي تعال باوع لي جدر السالب 25 لا يوجد حل للجدر السالب 25 بالنسبة الى الاعداد الحقيقية يعني هذان الاعداد اللي بطن سوالب ما يطلع خارج الجدر لازم اتخيل في الشي معين تعال باوع لي يساوي اقول جايني من سالب واحد في شنو في 25 يساوي جدر السالب واحد في جدر 25 كمام لو متمام ويساوي جدر السالب واحد اش قد عاش تيدك بهذا الشكل وجدر 25 خمسة بهذا الشكل اذا قيمة جدر السالب 25 خمسة اي يعني باختصار كل سالب تحت الجدر يطلع اي خارج جدر قد كل سالب مو قد كل عدد مضروف في سالب لا كل سالب تحت الجدر يطلع اي خارج جدر استاذ هنا شو طلع السالب واحد اي حبيب لان الواحد هنا ماكو داعي ينكتب ما يأثره عنه تضرب لان هو عنصر محايت باوي علي السالب 64 نفس الحالة جذر سالب واحد في شنو في 64 ويساوي جذر السالب واحد في شنو في جذر الاربع وستين بهذا الشكل واكيد راح يساوي عندك جذر السالب واحد اي وجذر الاربع وستين هو ثمانية بهذا الشكل تربي يعني جذر تربي عملا باستين شقال ثمانية هذا هم نفس الحالة جايك من سالب واحد في شنو في 144 ويساوي تمام جذر السالب واحد في شنو في جذر ال144 ويساوي كل سالب تحت الجذر يطلع اي خارج جذر تمام وجذر ال144 اي شقال راح يكون عندك 12 يعني 12 في 12 104 و40 بهذا الشكل لو تلاحظوا يا عزيز الطالب احنا حاليا بدينا لك بأساس قوي جاي اشتغلك بشنو جاي اشتغلك بعقلية انو اني لازم اضبط اساسيات وطبعا هذا الكلام اني شرحته هو كله وين متوفر اكيد بالبداية راح تاخذ اساسيات بالملزمة حسب ما مذكور امامك تمام وراها راح اطب شنو راح اطب بالعداد المركبة وراها راح اطب اكيد بالعداد المركبة بس لاحظ لي هاي من ناتب دي تمام لو متمام من صفحة ستة الاعداد المركبة بالبداية احنا اتعلمنا اي شيء ربعا لازم يطلع الناتج موجب وهاي كل التفاصيل والقواعد اللي احنا مشينا عليها بالاضافة بالمحاضرة القادمة ان شاء الله راح نطب بالجد راح نطب لك بتفاصيل مهمة جدا على الفصل الاول اتمنى اكون حققت الاستفادة الكاملة من هاي المحاضرة اتمنى اكون انت كتبت وتحاول تستوعب هذا الكلام وان هنا جاي اشرح لك طبعا بتفاصيل كلش دقيقة تلاحظ ان طول المحاضرة صارت هواية واحنا اشرحنا التفاصيل هي ممكن لو تنقال بصورة عامة ما اطول خمس دقائق يعني تربيعي واخر السالب تمام كل سالب تحت الجدر يطلع آية ثلاث قواعد بالاضافة الى تدريب واختبار شون طلع كل قيمة من تحت الجدر التربيعي السالب طلعها الى قيمة تخيلية الهب واكيد بالمستقبل رح ناخد تفاصيل ايضا اخرى على الفصل الاول الاعداد المركبة كانوا يناكم الاستاذ يوسف الجبوري مدرس مادة الرياضيات في امان الله تعالى